جلال كان وايف في الوكالة قدام عربية بتنقل القماش لجوى الوكالة جلال وهو ماسك دفتره وبيراجع الانواع اللي بتنزل منها العربية كده المخزن ما قس منه الكتان والحرير فعلا بس احنا اخذنا كميات دي ووزعناها على المحلات اللي تخصنا وكمان الحجة هنا امطلب كميات كبيرة من الحرير ولو وزعنا له الكميات اللي هو طالبها هيبقى عندنا نقص في الحرير اكلمه اقوله يشوف من اي وكالة تانية جلال افل دفتره ودخل الوكالة وورا خليل كلمه اقوله يجي ياخد الكميات اللي محتاجها وكلم العمال في المخزن الصغير يجهزوا الكمية محدش يقرب من المخزن الكبير هيكون عندنا نقص في الحرير وده مطلوب دايما وشمعنا المخزن الصغير الكبير في كمات اكتر بكتير احنا داخلين على عيد ولما نحاسبه دلوقتي هيحاسب على سعر الحرير دلوقتي وسعره غالي واضح انه ما عندهش حرير في مخزنه وهو اكيد عارف انه مش هيلاقي في خامتنا هو بعلين انت فاكرنك وانت بعمل ايه عن برصعيد الشهر اللي فات انت تقصد ايه ان فيه شحنة حرير جاية من برصعيد وبالسعر القديم قبل ما انه ما كان سعره يشد بالضبط علشان كده بقولك فض المخزن الصغير ودي الحج وغنم اللي هو عايزه والشحنة اللي جاية نحطها في المخزن الله عليك يا سيجلال وعلى دماغك اللي زي اللوز دي الله كريم انا كنت متأكد ان السعر الحرير ده هيزير علشان كده رحت برصعيد طب ليه ما انفضيش المخزن الكبير وانسيبه زي ما هو لا المخزن الكبير محدش يقرب منه هنحتاجه بعدين المهم كلم الحج وغنم وشوف عايز ايه بالضبط وفض المخزن الصغير علشان بكرة او بعد وكده الشحنة تيجي من برصعية حاضر يا معلم جلال اروح اتابع البضاعة جلال قام وفضلي تابعها وهم بينقلوا البضاعة وهو بيحسهم على الاسرع لان كل ما يخلص بدري هيقدر يرجع لها ويشوفها ويشوف قد ايه مفتقدها جمال دخل الوكالة وسلم على جلال وجلال قاله عملت ايه كده كل البضاعة اللي في المخزن الكبير اتحجزت مصممين الازياء كلهم كلموني هيلقوا فين خامة زي بتاعتنا وعروض الازياء معادها كمان شهر كم شهر كله حجز النوعية دي اللي محتاجها والحمد لله المهم محدش يقرب من البضاعة بتاعت الجامعات الخيرية دي لله يا جمال مش عايز حد يقرب منها لحد ما تطلع على المصنع عايزها تكون اجود الانواع وانت اللي اتابع المنوضة بنفسك فاهمني ماشى صاحبي ابنك عامل ايه الله يا العيال دول نعمة جلال الوقت خلى الحياتي انا وفاطمة طعم عبلك يا رب يا رب يا سيدي انت وراك شغل تاني كده لا انا كده خلصت اللي وراي طب يا عم انا هطلع البيت هتغدى وساعتان كده وراجع ماشي يا عم كل سنة وانت طيب وانت طيب يلا بقى مع السلامة خرج من الوكالة كان ناوي يطلع البيت لكن افتقر حاجة غير طريقه وطلع على بيت بسيط جدا في الانفوشي كان واقف بيخبط على الباب لا حد ما فتحت له ستة كبيرة في السن وهي ماسكة في ادها بنتها عمر عشر سنين الست مسلم بسعادة جلال ازايك يا غالي اتفضل يا حبيبي ازايك يا ستة الكل عاملة ايه بخير يا ابني انت عامل انت ومراتك اعذرني يا ابني معرفت شاجه الفرح ولا ابرك لك والله كان على عيني بس سليم كان تعبا قوي يكفيني دعواتك ليه يا غالية وانا بخير الحمد لله وربانا لرزقني ببنتي الحلال او مال سليم فين راح الورشة اصل من وقت ما ساب الطبونة وهو بيروح المدرسة الصبح وبيرجع يروح ورشة الميكانيك ليه كده يا امو سليم هي الشهرية مش بتكفي طب حقك علي خلي سليم يركز في دراسته كلها سنوي بقى في تالتة سنوي وانا متكفل بكل حاجة والله يا ابني انت ربنا هيكرمك على اللي انت بتعمله معايا انا وليا تمدول من يوم ابوه متوفى وانت اللي شايل مسئولية البدة ربنا يرزقك من واسعه ويكرمك ويرزقك بالزرية الصالحة يا جلال يا ابن سليمان وان كان على الشهرية والله العظيم بيتكفي واتفيد لكن انت عارف سليم انه بيحب يعتمد على نفسه ابنك راجل وان شاء الله يكبر ويشرفك كل سنة وانت طيبة يا غالية قالها جلال ودالها ظرف في ايدها وبيبص رأسها وانت طيب يا حبيبي مستني اياك في مرة تجيب مراتك وتيجو تتغدوا معانا وتعرفها على خلتك ومسليم ان شاء الله فتك بعافي استنى يا جلال انت رايح فين انت هتتغدى معانا معلش بقى مرة تانية ان شاء الله ربنا يا سيدك يا غالي وجلال مشى ورجع البيت بسرعة وبيفتح الباب بسرعة وبيدخل يدور عليها وحياة كانت وقفة في المطبخ بيتجاهز الغداء بتسمع صوت الباب بيتقفل ابتسمت وهي بتخرج من المطبخ لكن ضحكت وهي شايفة جلال بيجرع عليها وبيحضنها وبيشيلها بسعادة وحشتيني وحشتيني اوى 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 انت ما تعرفيش انا كنت بخلص الشغل بسرعة ازاي علشان ارجعلك عملتي القلب ايه حياة حست انها امتلكت العلم في اللحظة دي اتمنت انها لو كانت اعترفت له بكل اللي حصل من البداية وقربت منه وهي بتهمس جنبه ودنه وبتقول له بحبك لا مش بحبك بس انا بدوم من حبي ليك انا بعشاءك وبعشاء كل تفاصيلك ضحكتك وغيرتك وجنونك وطبة قلبك انت الوحيد اللي خلت لحياتي مانا نفسي اكون معك لاخر العمر جلال حس بسعادة جديدة بعد ما فشلت كل المحاولاته في السيطرة على مشاعره وما حسش بنفسه اللي لو ضربت قلبه بتزيد جدا بعد اعترفها الواضح والصريح بعش اهله بحبك يا شعلتي شعلتك دي نفس الكلمة اللي قلتها لي يوم فرحنا بس وقتها اتهربت وعملت نفسك من بنها من يوم الفرح وانت قلبت حياتي يا حياة عمر ما تخيلت ان اتغير واوصل للمرحلة دي من الغيرة عمر ما تخيلت ان احب كده جلال وقف يوم تبطل تحبني وقف يوم تتخيل اني ما بحبكش لو لساني نطأ اعرف اني كدابة واني بس خايفة من حاجة لاني عمري ما هبطل حبك جلال ابتسم وبس راسها جلال استنى عايز اتكلم معك في موضوع بس نتغدى الاول يلا ادخل خد شوار على مجاهز السفرة جلال دخل يا خد شوار وهي دخلت المطبخ وبتجاهز الغداء وعلى السفرة جلال بن بهار انت شاري السمك ده من اي مطعم طعمه حلو حلو قوي ومختلف كمان بجد ايه رأيك انا اللي عمليه ايه ده بجد ايه والطبع هكدي بالك ليه على فكرة انا بعرف اعمل كل المأكلات البحرية باكتر من طريقة السمك ممكن اعمله بخمسة واربعين طريقة وكل طريقة تخص بلد شكل وش معنا يعني المأكلات البحرية مام الله يرحمها كالنفسها تفتح مطعم سمك كبير ده لانها شطرة جدا ودي اكتر حاجة كنت بتعلمها منها لاني كنت بشوف الشغف في عيونها وهي بتعمله تعرف نفسي في يوم من الايام افتح المطعم لكن احنا حياتنا عادية حتى نوهية ما كناش عايشين في العاصمة او في المدينة لا كنا عايشين في الريف كانت حياتنا هادية وبسيطة بلد اسمها تروة لكن كانت جميلة جدا خصوصا البيوت وتصممها والالوان كان عندنا بيت جميل هناك وكان عندنا مزرعة صغيرة بين ربي فيها الارانب والفراخ تعرف مرة ربنا غنم وبعد كده بعناه لما زرفنا ما كانتش افضل حاجة كنت بحب حياتي في فرنسا لان ماما كانت معايا وجلال بحنان ام حضنها قبل ما تعيط ربنا يا رحمة يا حبيبتي واكد هي شايفك دلوقتي ومرتاح علشانك بس اوليلي ليه رجعت مصر طالما كنت حب فرنسا او كده حياب تتهرب من السؤال لا ولا حاجة بس كان في حد هناك بيديقني طول الوقت ده مالوش لازمك كلام في الموضوع ده فات من ثلاث سنين حد حد ايه فاهمني ايه اللي حصل يا حياة اه ده موضوع قدم يا جلال صدقني هو بعدين ما حصلش حاجة يعني في ايه يا حياة عيد اسمعك وما تخفيش اه كان في شاب مصري قابلته في فرنسا وهو رجل اعمال وانا كنت وقتها بدور على شغل فتقدمت في شركته لكن لكن ايه تكلمي اتقابلت في الوظيفة لكن الغريب اني لقيت نفس سكرتيرت مكتبه وانا كنت المفروض لسه تحت التدريب لكن كنت بدرس وقتها وتقابلت واشتغلت مع ثلاث شهور لكن كان لكن كان بيحاول يقرب مني دايما كأنه حد يعرفني وفي يوم من الايام جه البيت عندنا وطلب ايدي من ماما لكن انا وهي رفضنا الفكرة لاني ما كنتش مرتاحة لطريقته لكن هو فضل يحاول يقنع ماما ووقتها سبت الشغل وفضلت اتهرب منه لكن لكن كان دايما ورايا بطريقة مختلفة ووقتها ماما قالت اننا لازم نبيع البيت بدون شوشرة ونرجع مصر وفعلا دا اللي عملناه وانا غيرت ارقامي واسبت كل صحابي علشان كان ممكن يوصل لي عن طريقهم اسمه ايه؟ اه جلال بالله عليك الموضوع قديم مش عايز افتحه ارجوك وحيت عندك ممكن وصدقني هو اكيد نسى لاني في الثلاث سنين ايه دي يا قلبي ما تخفيش انا بسألك عادي يعني مش هعمل حاجة ومامتك الصرف الصح كان لازم ترجعه مصر من زمان حياة ابتسمت وبتقعده يكمل اكله ممكن بقى تسبني اتكلم معك في الموضوع اللي بفكر فيه اتكلمي كل اذان صاغية ايه رأيك نعمل التحاليل اللي الدكتورة هودا قلت عليها اهو نتطمن وكمان نعمل فحص شامل حياة انت مستعجلة على موضوع الخلفة دل ايه هو احنا لسه متجوزين يعني من كم شهر مش عارفة بس حب ان احنا نتطمن وكمان انا وماما كنا كل ست شهور بنعمل فحص طبي لكن من وقت ما جيت اسكندريا وننسيت الموضوع ده اصلا ماشي يا ستي ولو اني يعني شايف ان ما فيش داعي بس اوكي هزبت مواعيدي واخدك ونروح العيادة كل سنة وانت طيبة وانت معايا يا رب يا رب وانت طيب يا حبيبي صحيح كنت عايز اتلوم منك طلب شهد كنت عايز اخدها ونخرج سوا شهد مضغوطة في الامتحنت غير موضوع والدتك انا حس انها محتاجة تخرج عندك حق انا كمان لحص ده وكنت اكلمك في الموضوع ايه رايك اخذكم بكرة نخرج كلنا معلش يا جلال خلينا انا وهي بس انا وهي هنفهم بعض وهنكون على راحتنا اكتر ممكن طبعا ممكن قال كده جلال وهو شلها جلال نزلني انا بقولك اهو لا مش ممكن انا بقولني شوف موضوع الخلفة ده الاول وفي بيت اي يوم نوارة بغضب بقى بيطلقني طب والله الى انا ادمه على اليوم اللي شافها فيه المشكلة مش في كده شريف نوى يعمل مصيبة ده تجنن نوى يكتب نص فلوس للبت بنته لوحدها قال ايه عايز عواضها على اللي فات من عمرها ويكتب لها نص صروته لها لوحدها بنت الحرام دي يا نصبتي يا لهوي يا لهوي انت بتقول ايه يا ايوب ده يبقى تجنن رسمي انت عارف نص فلوس وتتقدر بكام لا ده لا يمكن يحصل ولو على جو سيتي البت دي لازم تموت انت فهم مش بعد ما استحملت معا كل السنين دي يجي يكتب لبنته كل حاجة ويطلقني وإلهام بكره وخبص وساعدها بنت شغف تاخد كل حاجة وتوضع على التل وانت مطلش مليم من فلوسه اصله طلقك يا حرام ويا دوب مش هتغدي الا كم الف مؤخر ده لا يمكن يحصل ابدا تعرفت مني يا ايوب من المحامي اللي بتضرب مع محامي الحج شريف قال انه بيجهز كل الورق علشان تبقى ملكها رسمي ايوب بتدي لازم تموت انت فهم لازم تختفي خالص وايوب بتفكير شيطاني ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل جلال مش هيسمح ان حد يمس الشعر منها المفروض اللي هو يختفي فعلا هو شريف بموته كل حاجة هتتغير وايه ساعتها جلال بنفسه هيرمح اياه برا البيت بتفكر في ايه ايوب ابتسم ابتسامة مكر وبعد دقيق نورة بدحكة سخبة دماغك سيم طلع لي يا ايوب وبكده جلال يطلقها ويرميها ونخلص منها وجلال يعرف اني عايزة مصلحته بس ازاي هنخلص من شريف لا ده لازم نخطط له كويس اوي وما تخفيش دي سهلة بس لازم نستنى يومين العيد دول وبعد كده ننفس خططنا ونورة بالطبطب على كدفه كأنه هيعمل انجاز مش كرسة وانا معك للاخر ويلهام لنفسها وهي بتبص لهم بخوف يا لهوي اعمل ايدة مجرم المرة دي لو جلال عارف اللي بيخططه له احتمالي اللي بالدنيا يا لهوي يا لهوي يا وصلت تعمل كده فخوك يا ايوب انا عايش معك ازاي لازم اقول لجلال تتجننت يا الهم ده ممكن يقتلك فيها خفى على عيالك نرانو يوسف مش هيبقى لهم حد اسكوتي خلص وبعدين كده الخير هيعمى عليك عايزة اي تاني وبعد يومين صوت تكبرات العيد بتعمى على كل البلاد العرب بتجيب السعادة في اليوم ده عيد القطحة المبارك حياة وشهد كانوا وقفين في البلكونة وهم شايفين جلال والحج شرفوا الرجالة بوزعات حية العيد على الغلابة وحياة بسعادة كل سنة وانت طيبة يا امر وانت طيبة يا حبي وحياة دايقت وهي ملاحظة شروط شهد بقولك ايه تعالي نخرج يلا ادخل غير هدومك وانا هغير ونتمشى على البحر شوية ونشتري اي حاجة محتاجنها انا جلال مديني عدية كبيرة اوي اول مرة اخد عدية كده وكن فرحان قوي شاهدي وهي بتحضنها ربنا يساعدكم انت تستهل كل خير يا قلبي طب يلا ادخل غير هدومك وانا هطلع اجهز هو جلال هيوافق يا حياة هو يقدر يرفض برضو هذا يا جامل وبعد مدة كانوا بيتمشوا على البحر وبياكلوا ايس كريم ها احكي لي بأمال انت عارفة اللي امتحنات وعندي فيزية بعد العيد خيفة يا حياة بص يا شاهد السنوية ايا كانت مرحلة هتعدي حلوة وحشة مرحلة هتعدي بس انت متضايقة مني بسبب موضوع والدتك لا والله يا بنتي لو ما كنت سمعت بوداني اللي ماما قالته كان يمكن اقول انك كذبة لكن انا سمعتها بوداني انا بس تابتي حياة سيبيها على الله ايه رأيك نروح ايقى فيه يلا ويف باريس زياد بلهفة واشتياء انت متأكد انها في سكندرية ايوة يا باشا اللي لم تأكد منه انها متجوزة في سكندرية من كم شهر واللي عرفته انها متجوزة شاب معروف هناك وانها عند ابوها وده من اغناء سكندرية ابوها ظهر امتى ده تجيب كل معلومات عنها وعن ابوها وجوزها كل حاجة تخصها تمام يا باشا زياد ايفل معه ويكلم السكرتيرا ايوة يا بنتي يحجزيلي تذكرة المصر فورا ويفق فيها للبحر شهد وحياة كانوا بيتكلموا لحد ما قطعها بنتين وقفين جنب طربيزة حياة جيسي قالت اوه حياة معقولة وجميلة بتقبر ايه ده اخيرا شفناك مختفيته للسنين ديفين المغرورة جيسي والمتكبرة جميلة اوه يا ربي ده ايه الصدف الهباب دي عملا ايه حياة سيبتي فرنسا فجأة كده واختفيت ما كنتش اتوقع انك هنا في مصر واهو بقى نعمل ايه اوه مش هتعزمينها على حاجة نشربها ولا انت لسه مستويك ما يسمحش لا طبعا لازم تعودوا اتفضلوا من دول يا حياة حياة بهمس اعتبري هم رأيه وسكينة ويجميلة قالت اوليلي بقى يا حياة بتعملي ايه دلوقتي اعتقد ان انا مشتفهة علشان اعود اعمل زي نستفين اشتغلتي لا لحد دلوقتي مش مهتمية بالشغل اصلي لسه متجوزة ومجغولة مع جوزي اوه جوزي معقول هو مين سعيد الحظ تعرفي زياد هي تضيق قوي لما يعرف اصلي لسه بيدور عليك وحياة حست ان قلبها تقبض وشهد قالت اتجوزت جلال الشهاوي صاحب وقالة الاقمشة اللي في اول الشرع الرئيسي والجيسي بسخرية وكالة يا بياء وماش وحياة كانت هترد لكن بصت لجميلة اللي بتبص على حد وراء حياة بابتسامة حياة بصت وراءها وابتسمت وهي شايفة جلال داخل القفي وهو متشايد جدا ويبدو في غاية الاناقة بجسد الرياضي الصلب جيسي بهمس مين الجنت الماندة وجميلة قالت مش عارفة بس شكله حد مهم واسيم جدا حياة بصت لها بغضب وكانت عايزة تضربها لكن وقفت قبل ما تقرب منها جلال حط يدو عليها وبص رأسها كل سنة وانت ملكة قلبي حياة بتسمت بخجل وهي بتحط رأسها على صدره وهي شايفة نظرات الغضب من جيسي وجميلة وجلال قال مش تعرفين يا حياة جيسي هو جميلة أصحب من أيام الجمعة أعرفكم جلال الشهوي جوزي وحبيبي جيسي بأعجاب وهي بتمد إيدها جيسي منصور حياة مسكت إيدها بسرعة وهي بتضغط عليها بقوة مش بيسلم أصلي متوضي حقبل عندكم جلال كان كاتم دحكته وهو شايف غيرتها والويتر قال جلال باشا تؤمر بحاجة لا يا حسام طلبت الأنستين دول على الكافية دول ضيوفي هو أنت ملك بقفية الكافية ده بتاعي أنا دي حاجة بسيطة يعني من اللي أملكها بعد إذنكم لازم أخذ حبيبتي ونخرج يلا يا عمري أكي يا حبيبي لا حد هنا يا طرز يد هيلاء إحياة وإيه اللي هيحصل وإيه السر اللي وراء زياد وإيه اللي بيخططوا ليه نوروا أيوب كل دو أكتر هنعرف في الحلقات الجاي استنونا ولو سلمعنا لأخر الحلقة ما ينساش يضعينا باللايك وكومنت الحلو دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة